أكتر حاجتين بيحددوا مصار الأشعة جوه العين هو القرانية وهو الجزء الخاري من العين عشان الناس كتير مش فهم يعنيه قرانية 90% من العينين اللي بيعملوا ليزك ومفسطين ما بيبسوش نظارة الفمتو لها بدور كبير جداً في رفع نسب الأمان في عملية تصحيح الإبصار والحصول على نتاج رائعة أبيض وسطين ما ييجي العين ولك أنا جي أعمل ليزك معلش أنت جي تقلع النضارة فاسيبي لنختار لك لنسبك إيه الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإنكسار سبع أبحاث منشورة دوليا سبعة عشر بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجماعية الأوروبية أهلا بيكم المياه البيضاء موضوع في المنتهى الأهمية موضوع بأثر طبعا على كبار السن ومتوسط السن ودلوقتي بنشوفه في سن أظهر المشكلة في كواليتي وفلايف وعلى فكرة ما بقاش الطب الحديث يقبل يقبل طب ده من ضمن نعم ربنا علينا أنه يخليك تعيش حياة لو كواليتي ما فيش حال اسمها أن أنا تمام أمشيها كده في ظل تقدم مذهل في تكنولوجيا الجراحات تقدم مذهل في الأجهزة المساعدة تقدم مذهل في كل حاجة بقت جراحات الماء البيضاء الجراحات دقائق محدودة بقى تكنولوجيا آمنة للغاية هنفهمها النهاردة بالتفصيل النهاردة هنفهم أشياء كتيرة متعلقة بهذا العمل أكيد الحوار هيكون ممتع جدا جدا زي ما قلت لكم لما نفهم أن الكواليتي وفلايف هي هدف العلم فأكيد التكنولوجيا هتفترض علينا أن احنا نستضيف واحد من الكبار في هذا المجال واحد من الأساس المتميزين على مستوى المصري الوطني العربي العالمي بيقدم لنا الكثير من الانتاج الرائع جدا في البحث العلمي وكثير جدا من النقل العام للتقدمية في التكنولوجيا وأيضا في المهارات وتطوير في المهارات الجراحية المتعلقة بالنوع ده من العمليات طيفي هو الأكاديمي الكبير والاسم الكبير في هذا المجال هو الأستاذ الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحات العيون الأستاذ بكلية طب جامعة عن شمس وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو جمعية الأمريكية للطب وجراحة العيون والجمعية الأمريكية لجراحات المهى البيضاء والجمعية الأمريكية لإصلاح حيوب الانكسار وصاحب التسعة عشرين بحث علمي المنشورة في الدوريات الدولية والأكتر من بائة بحث علمي تم عرضه في الجمعيات والمؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية ضيف العديد أهلا بك أهلا وسهلا نورني وسعيد جدا في هذه الزيارة العظيمة نوري الناس الحلو أشكرك شكرا جزيلا واختيارك كمان أنا بجد يعني في اللقاء اللي فات طلبت منك أن احنا نتكلم على الجديد في الزراعات العدسية أو زراعة العدسات الخاصة بالماء البيضاء لكن خلينا نبدأ لسؤال مهم الماء البيضاء ساعات بعدها نلجأ لنظارة لازم ده الكلاسيك ده صح أو الله؟ آه صح وطبعا أنا متأكد أن أستاذ المشاهدين يعرفين يعني إيه ماء البيضاء واختي باختصار هي عتبة في العدسة البلورية جوه العين وإحنا بنفتتها وبنزرع مكانها عدسة تانية فالمفروض أن بعد العملية هيبقى المريض هيلبس نظارة هو بسوق العربية أو بيتفرج على التلفزيون بنسميها نظارة المسافات ونظارة تانية يلبسها وقت الإيراية الإيراية ما بيرولش بقى الإيراية بس ده احنا بنتكلم بقى الإيراية والموبايل ولو ست بتخيط بقى خياطة ولو مقبرة لو واحد رسام بيلبسها قدام لوحة الرسم لو واحد بيشتغل في بنك أو بيقعد قدام الكمبيوتر أو رجل أعمال هيلبسها برضو قدام الكمبيوتر أو واحد بيتعامل مع الموبايل فطبعا هيبقى فيه نظارتين بعد العملية كستاندر دايما بنفهم المريض أنه بعد العملية هيبقى فيه نظارة المسافات ونظارة إيراية إلا إذا بعض الحالات معينة ما بيبقاش فيه عيوب إبصار كتيرة فممكن يستهل على نظارة المسافات يلبس نظارة الإيراية الأسف أن فيه ناس كتير بيتحبط لما تعرف كده هوت يعني بيبقى يقولك أنا عملت العملية وإنت بتقولي زرعة عدسة طبعا أنا زرعة عدسة طبعا أنا هلبس نظارة ليه مش العدسة دي تجب النظارة أو نظارة المسافات ونظارة الإيراية بنقوله لا هي العدسة دي أنواع فالستاندر بتاع العدسات أو العدسات البيزيك أو الأساسية لأن أنا أعالج المياه البيضاء يعني أعالج المياه البيضاء يعني أنا أحط عدسة بدل عدسة معتمة أحط عدسة شفافة بحيث أن الأشعة تسمح العدسة دي تسمح بمرور الأشعة داخل العين وتكون صورة على الشبكة بعدك ده هو في نضارة بقى ما فيش نضارة دي قصة تانية فده فكرة علاج الميا البيضة لكن هل احنا ممكن نعمل الميا البيضة ده نرفعها لمستوى أعلى شوية زرين ونعالج عيوب الإبصار كأني عملت ليزك على سبيل المثال آه ممكن فلازم يبقى احنا فاهمين ان الميا البيضة حاجة ولو عايز كمان عالج عيوب الإبصار فلازم اقول للطبيب الجراح ان انا عندي رغبة على الاقل ان انا استغنى عن نضارة من النضارتين اللي بعد العملية اذا ما كانش الاثنين فهنا بيفرق على حسب نوع العدسة العدسات اختلفت ديوقتي بقت فيها عدسات جديدة طبعا فيها العدسات كتير احنا زمان كنا اول ما ظهرت عدسات الميا البيضة كانت هي مقصود ان هي حتة عدسة بلاستيك بتتزيرها جوه العين ويتاخد ورز والمريض بعد كده هو تبقى شايف بنضارة ممكن يكون فيها يعني مقاسات عالية شوية صغيرين ونضارة تانية للقراءة والعين بمبسوط احنا مع التقدم العلمي زي ما حالك ذكرت في عمل عملية الميا البيضة بقنا نعمل عملية من فتحة صغيرة وبالتالي فترة النقاة بقت سريعة وحصل تقدم مشابه كمان في انواع العدسات فبقت العدسات ممكن تتزيرها من فتحات صغيرة ومتعالكش الميا البيضة بس او ما تضمنش برضو صفاء فروية بس لا ده كمان ممكن تخلي المريض يستغنى عن نضارة المسافات او يستغنى عن نضارة المسافات والقراءة معظم الوقت كل الحالات ينفع معها العدسات لا ده سؤال مهم جدا مش كل الناس ينفع معها هذا النوع من العدسات خلينا نقول عدسات متقدمة برة بيسموها عدسات premium lenses اهو عدسات يعني زادة جودة عالية او متقدمة جدا مش كل الناس بينفعلهم هذا العدسات وعلى فكرة هي العدسات دي انواع كتير فلازم الطبيب الجراح يختار العدسة المناسبة لكل مريض مش ستاندرد يعني ما تتخدش المريض ينفع له العدسة الفلانية فاخوه او اخته ينفع له نفس العدسة لا كل مريض لنوع عدسة تناسب حالته البصرية او حالة عينيه وحالته او اسلوب المعيشي بتاعه فطبعا دي انواع بتختلف مش كل الناس لا من زراعة العدسات دي النوعية دي من العدسات خطوة مختلفة عن العمليات السابقة؟ اه ده سؤال مهم جدا انه في ناس كتير فاكرة ان انا لما اعمل عملية المية البيضة ومعها اصلاح ابصار ان انا هعمل عمليتين لا هي نتيجة عمليتين لكن هي عملية واحدة مفيش اختلافات كبيرة هي كل الاختلافات في النوع العدسة المزروعة جوه الان فعندنا عدسة بتصلح المية البيضة بس او عدسة تصلح حيوب الابصار مفيش خطوات زيادة وقت العملية يمكن حاجات بسيطة اوي لكن المريض مش هحس بيه فهي مش عملية اضافية على عملية المية البيضة لا هي عملية زي عملية المية البيضة مع اختلافات بسيطة اوي احنا عملين يشوف صور العدسات مختلفة دي انواع عدسات فعلا مختلفة موجودة فعلا في السوق المصري موجودة على مستوى العالم منها العدسات اللي بتحسن النظر للمسافات البعيدة في عدسات بتلغي نظارة المسافات البعيدة وفي عدسات بتلغي نظارة المسافات البعيدة والقريبة في عدسات بتقلل الاعتماد على نظارة المسافات القريبة فيه يعني أنواع كتيرة جداً دي بتختلف من مريض أو متناسبش لكل الناس دي ما قولنا قبل كده بعد زراعة العدسة دي بتتحسر رؤية بعد قد إيه ولا إميديات؟ لا مش إميديات لأنه مهما كان فيه فترة نقاها بعد العملية احنا بنقول أنه بعد عملية المية البيضة التحسن بيمر في كذا مرحلة أولاً فيه مرحلة سريعة هس المريض بتحسن في نظر حوالي 70-80% بعد العملية إلا لو كانت المية البيضة جديدة وحصل شوية يعني ارتشاح في القرنية بسبب أن الليزر أو الموجات فوق الصوتية اللي استخدمت كانت بكسافة عالية فالمريض هيحس بتحسن في النظر في دائمين تاني يوم مباشرة بعد العملية ممكن يحس بتحسن 50% ممكن يحس بتحسن 70% ده هيحصل في خلال أسبوع كده المفروض النظر بيستقر إلا في حالات ندرة لو كانت المية البيضة جديدة شوية وبعدك كده هو بسبب العدسات دي بنظر بعد كده بيبتدي يتحسن يستقر تماماً في خلال أسبوعين تلاتة بعد العملية هنا الصورة دي عايز أوضح حاجة فيه عدسات بعض العدسات بتخلي المريض يشوف البعيد كويس لكن معرفش يشوفه القريب كويس فبنقوله بس نظرة وقت القرية جالنا مشكلة فعلاً يقولك أنا ساعات بقعد على الصفرة ما بقاش عارف أنا بقى أكل إيه أنا شايف طبق قدامي نزغل وفعلاً دي حاجة مزعجة جداً احنا مكناش واخدين بالنا يقولك أنا شايف الطبق القدامي أنا مش عارف هو ده ما كارونا ولا رز بسبب أن العدسة بتديله هي أحادية البقرة بتديله رؤية واضحة على مسافة بعيدة 6 متر أو أكتر هو يمشي في الشارع زي الفل يتفرج على التفزون تمام صلحنا له الأستجماتيزم وكل حاجة لكن يجي يمسك الموبايل مش شايف يجي يقرأ مش شايف يجي يأكل ساعات أو يمسك أي حاجة قريبة مش شايف كويس فدي بتبقى مزعجة عند بعض الناس في حيات دانية مزعجة جداً إنه ما يعرفش يقرأ التبلوغ بتاع العربية اه طبعاً يطلع الأشارة في التبلوغ العربية إن في حاجة غلط مش عارف هي إيه مش عارف هي إيه حتى عدد السرعة بعض العربيات عددات السرعة لسه صغيرة شوية زاهرين هو مش عارف السرعة هو معدي سرعة الرادار ولا لأ يعني فدي مشكلة فعلاً لقينا إن هي مزعجة عند بعض الناس فظهر بقى هذا النوع من العدسات اللي هي تلغي نظارة المسافات تلغي مكارونا ويتقلل اه طلعاً يتمكرون أنا بتجرأ مكسب لأ في صدق طاحينة ما هو فعلاً هي أنا بتجرأ صدق طاحينة في حول أو بطاطة بنقول لهم خلاص البسوا نظارة الإراية وإنتوا بتاكلوا يقول لك طب أنا بلبس نظارة الإراية دي اسمها إراية يا دكتور نقول لك هي اسمها نظارة القريبة يعني أي رؤية قريبة على مسافة قريبة حوالي 30-40 سنتي هتحتاج تلبس النظارة دي ففي ناس أنا واحد بيقول لك طب أنا قاعد مع ناس عازم ناس النظارة طب أنا هشوف اللي قدامي عايز أتكلم لقدامي ها دا لعن نظارة أو عد مزعجة ومحرجة في نفس الوقت فيه إجراءات معينة تتبع بعد العدسات المتقدمة دي لا ما فيش إجراءات بمعنى إجراءات معينة هي زيها زي عملية المية البيضة العادية هي بس في كل حكاية إن المريضة توقع أن فترة النقاء أو تحسن النظر ممكن تطول شوية عن العدسات العادية كلما العدسة تبقى تصميمها معقد شوية علشان تديره رؤية أو تستغنى عن نظارة المسافات والعرية كلما فترة النقاة بتكون أطول شوية صغرينة علشان المخ بياخد وقت عبل ما يتعود على هذا النوع من العدسات العدسات دي عدسات حديثة جدا عدسات متعددة البقرة سلسية البقرة عدسات متقدمة شوية فبتاخد وقت عبل ما المخ يتعود على أداءها جوالين ساعات العين بيشتكي من جفاف كمان يعني بل عنده جفاف وعنده فاحنا صلحنا له خلاص الماء البقرة هل الجفاف يؤثر على العدسة الموجودة؟ 100% يؤثر علشان كده مهم جدا أن احنا نشوف جفاف العين ونقيس درجة جفاف العين قبل العملية وده من ضمن حسيسيات اختيار هذا النوع من العدسات يعني في بعض العدسات ماينفعش معاها نحنا نستخدمها لمريض معين بسبب أن درجة الجفاف عنده عالية شوية زريد ولو كانت درجة الجفاف متوسطة وممكن نعالجها هيبقى احنا لازم نسرع في علاج الجفاف بسبوع اثنين ثلاثة وبعد كده نلجأ لعملية الماء البيضاء وقت كتير بنأجل عملية الماء البيضاء لغاية لما نعالج جفاف العين علشان نضمن أحسن نتيجة ممكنة بعد عملية الماء البيضاء بالذات مع هذا النوع من العدسات المتقدمة أنا عايز أقوله بس أن في عندنا كانت مشكلة احنا اتكلمنا قبل كده على عدسات بتلغي نظارة المسافات وبتلغي نظارة القرية معظم الوقت المريض كان بيحس بالليل أوقات مماشي في الشارع أن الرؤية الليلية مش واضحة قوي الإضاءات بتاعتنا بتبقىش واضحة قوي أعتقد في الصورة ممكن البرنامج يأرضها دلوقتي بعض الناس بيشتكوا لك أنا شايف حوالين الإضاءة هالات حوالين الإضاءة بالزبط كده هالات حوالين الإضاءة شايف الوهج زيادة عن اللزوم شايف إن الإضاءة طالع منها أشاعات كتيرة جدا دي بنقول لهم معلش هتتعودوا على وجودها شوية شوية لغاية ما المخ ما يحسش بوجودها دي مشكلة كانت موجودة في العدسات متعددة البورة دي نوع من أنواع العدسات المتقدمة اللي كان الهدف الأساسي بتاعها نلغي نظارة المسافات ونلغي الاعتماد على نظارة القرية معظم الوقت لكن الرؤية الليلية بدأ ما تبقى واضحة كده كان بتبقى ملخبطة شوية زهيرين المريض كان بيتقبل بعض المرضى كان ما بيتقبلوش وكان يبتبقى مشكلة سعب نضطر نحن نشيل العدسة دي ونزرع مكانها عدسة تانية وحادية البور الجديد بقى دلوقتي إحنا لقينا إن إحنا حياتنا بقت مرتبطة أكتر بالموبايل الناس اللي بتقرأ تمسك كتاب زي زمان ما بقاش زي الأول إحنا بنمسك الكتاب على المسافة دي تقريبا 30-40 سنتي الموبايل بيمسكه على مسافة أبعد فقلنا طب ليه إحنا مش عايزين عدسة خلينا أشوفها على المسافة دي والمسافة البعيدة أنا عايزة عدسة خلينا أشوفها على المسافة 40-50 سنتي أو على اللابتوب على سبيل المثال أو شاشة الكمبيوتر هي بتبقى أبعد عن العين وأشوف البعيد ويريت كمان ما يبقاش عندها تشوهات البصرية الليلية اللي كانت موودة مع العدسات متعددة البور فظهر نوع من عدسات المتقدمة اسمها Extended Depth of Focus هي عدسة أحدية البقرة لكن بتديك إلى حد ما بوعد أكتر شوية زريمة بوعد التالت يعني أعمق شوية دي نكحة جدا حاليا بتدي المريض رؤية واضحة ليلية ما بقاش فيها المشاكل مع العدسات متعددة البقرة اللي كانت موجودة قبل كده هوت وفي نفس الوقت ممكن المريض يقعد على الكمبيوتر من غير ما يحتاج يلبس الندارة يشوف الداشبورت أو لحد أو عددات السرعة في العربية من غير ما يحتاج يلبس الندارة وفي نفس الوقت ممكن يتعامل مع الموبايل من غير ما يحتاج يلبس الندارة خاصة الموبايلات دلوقتي عندنا هي سمارت فونس فممكن يكبر الفونت يخليه بولت شوية صغيرين ده يساعده إن هو يقعد يتعامل مع الموبايل معظم الوقت من غير ما يحتاج يلبس ندارة الإراية هل إحنا كده بنلغي ندارة الإراية؟ لا ما بنلغيهش بنسبة 100% بس بلغيه بنسبة 50% أو 40% لو انت عايز بقى تقرأ حاجات صغيرة تقرأ في مصحف صغير هتلبس نظارة القرية لكن بديك رؤية واضحة للبعيد بديك رؤية وظيفية للحاجات القريبة على سبيل المثال الموبايل والكمبيوتر والاكل ويشوف الطبق قدامه بقى على الصفرة واضح ومبقاش مداي ويتعامل مع الموبايل من غير نظارة وفي نفسه بقى مستمتع برؤية واضحة في المسافات البعيدة ليليا يبقى هنا احنا وصلنا لحاجة في النص لا عدسة وحادية البقرة عشان يشوفوا بها البعيد بس مش شايف طبق الماكرونة اللي قدامه ولا عدسة متعددة البقرة عشان يشوفوا بعيده القريب بس عنده رؤية ليلية مش حلوة مش جيدة لا عندنا حاجة في النص بتاخد الحاجتين الكويسين من هذا النوع من العدسة تدي له رؤية جيدة جدا في المسافات البعيدة بالليل وفي نفسه بتمكنه ان هو يمارس حياته ويشوف الحاجاته القريبة على مسافة خمسين ستين سانتي من غير ما يحتاج البس نظارة الإراءة عندنا ثلاث محطات هتجاوبني بالاختيارات وتقول لي في التعليل لماذا اخترت أخاف دايما الفقرة دي ده أنا بحبها أنا بنتظرك أو في زيارتك عشان هتجاوبني على هذه الفقرة هنبدأ بالفقرة الأولى اللي الدكتور أحمد بيخمل أبيض ولا سود ولا رماضي قد يحدث إن الجسم يرفض هذه العدسة ده معتقد أبيض ولا سود ولا رماضي لا هو مفروض اسود يعني فيش جسم بيرفض عدسة لكن ممكن يحصل مشاكل وقت العملية ما ينفعش نوع معين من العدسة يتزرع بس عشان نسهل بس للمريض يتقبل الفكرة يعني صعب نحن نشرحها بطريقة علمية فبنقول الجسم رفض العدسة هو ما رفضش العدسة زي مثل زي لفظ الكالية مثلا المزروعة لا هو بس أنواع العدسات بتختلف في ممكن أنا أكون في دماغي أو أنا عامل بلان معينة أو خطة معينة أنا أزرع عدسة معينة لقدر الله حصل مضاعفات وقت العملية ودي مش الشرط يكون غلط جراح بالعكس كل عملية وليها ظروفها فأنواع العدسات هنا ممكن النوع اللي أنا كنت ناوي أزرعه في العين ما ينفعش فأضطر أزرع نوع تاني النوع التاني ما كانش متوفر وقت العملية فبسيب العين من غير عدسة وبأجل زرع العدسة إلى خطوة لاحقة لغاية لما توفر نوع العدسة المناسب للعين بعد الحدث اللي حصل وقت عملية المرية البيضة المحطة التانية جاني مبتهم أم بري من لا يوفر لمرضاء التقدم التكنولوجي الخاص بعمليات جراحة الماء البيضة زي الفمت وواء الأخيرة ومن لا يوفر لمرضاء التقدم التكنولوجي الخاص بالعدسات ده متهم ولا جاني ولا بري ما قدرشه الجاني صعب قوي لك ممكن يقول على المتهم بالإهمال يعني هو دلوقتي لازم لازم تدي أعلى خدمة ممكنة ولازم توظف خبرتك طبعاً للمريض فطبعاً ممكن أنا أستسهل وأحط أي حاجة وخلاص لكن من حق المريض يعرف أنه فيه إيه المناسب لي فيه مرضى يناسبهم تصليح النظر فيه مرضى لا يناسبهم تصليح النظر لو يناسبه تصليح النظر بنقوله والله هده فيه عندك إمكانية تقل عن نضارة المسافات أو تقل عن نضارة القرية والمرض يختار لأنه دي حاجة علمياً أو طبياً مش غلط يعني مش غلط لو المريض فضل أنه هو يلبس النضارة بعد العملية سواء مسافات أو قرية مش غلط خالص ما بنقولش إن هي كده يعني عشان أرخص فتبقى يعني أوحش لا على حسب رابط المريض فيه بعض المرضى يقولك أنا كان أمل حياتي أن أنا أقل عن نضارة إذا كان عندي فرصة وقت العملية أن أنا أقل عن نضارة ليه ما قلت ليش؟ فطبعاً دي يعني نقدر لها في المتهم نشيها متهم نشوف المحطة التالية بعد المياه البيضة بنقعد فترة شهور في حالة ريهابيليتيشن قبل من نرجع لحياتنا الطبيعية ده وهم ولا شكة ولا يقيق؟ لا ده وهم قصة اتنين يعني دي نادرة جداً نادرة جداً بعض الناس بيبعندهم المياه البيضة بيسيبوها فترة طويلة قوي فبنيجي نفتت المياه البيضة للموجات فوق الصوتية بيحصل الارتشاح في القرنية ساعة بيقعد فترة شهور عبل ما النظر يتحسن يرجع يتحسن تاني بس دي حاجة نادرة قوي لكن عملية المياه العادية اللي هي يعني متوسطة الكسافة المفروض المريض بيحسي بتحسن في النظر بعد العملية بيوم او يومين وبنقول المريض تقدر تستحمى وتغسل وشك وتصلي وتزجد يبتدأ من تاني يوم بتختلف من جراح للتاني في بعض الناس يقولك اسبوع بعض الجراحين يقولك يومين بتختلف من شخص للتاني او من جراح للتاني هي مدارس لكن مختلف تماما عن احنا التعليمات اللي كنا بنديها للمرضى من 10 او 20 سنة فاتت لما كنا بنعمل العملية بالجراحة كنا بنغطي العين 3 اسابيع ونكشف الغطة والحط العلاج ونقفل تاني والمريض كان بتحجز في المستشفى ويبت حوالي اسبوع في المستشفى تحت الرعاية والعلاج في المستشفى ويكمل علاج في البيت ونعمل نظارة بعدها بشهرين وبعدا لشهرين ممكن نغير نظارة تاني وكانت قصة طويلة وفيه غرز ونفك الغرز والمريض ما يستحماش لمدة شهر لا طبعا الكلام ده ما بقاش موجود خاص فالكلام ده بقى وهم تربيع اختلف العالم تماما من ايام قنديل ومهاشم حتى الى الان فحتى العمليات بتاعت اللي ظهرت لقنديل ومهاشم اللي هي العيان اللي بغطي عينه وقاوي وقاعد وبيستني نتيجة العملية واليوم ده يوم بقى نرفع الغطى ونشوف المنظر لا لا عيزة العليلي في الفيلم ده اختلف كان عيزة العليلي هو اللي كان مريض لكن شكر سلحان كان الدكتور بقى اختلف الامر تماما تماما دلولي تنورتنا وابدعتك العدد الله يخليكو متشكر جدا وسلامي للبرنامج وسلامي للناس الحلوة اللي بيتابعوا البرنامج اكيد الناس الحلوة اكيد بيتفرجوا عليك بنهم لكن خلينا اقول انه في ملفات كتيرة منتظرين احنا بتاعها مع بعض التطوير الكبير اللي حصل في بقى تصحيح الابصار عايزين نتكلم شوية بقى لان احنا عايزين نشوف الناس اللي ماينا ستاشر وخمستاشر دول اللي عملهم ايه يسادي وشرفتي طبعا انا اتكلف الموضوع ده ده اه بالزبط و ايه الجديد بقى في الليزر السطحي و ايه الجديد في الليزر و ايه فهمت اسماعيل والله الله ده كلام ده في حاجات جديدة طبعا في حاجات جديدة اه طبعا انا اسمع منك كل جديد الله يخليك ضيف العزيزة القمة العلمية الكبيرة والاسم اللي معلم نفتخر بوجوده معانا في الناس الحلوة الاستاذ الدكتور رحمد عسف استاذ طب و جراحات العيون بكل طب جامعة انشام ساميل كلية الجراحين الملكية البريطانية وعضو جامعين امريكية لطب و جراحات العيون والجامعين الامريكية لجراحات المياه البيضاء وجامعين امريكية لاصلاح عيوب الابصار والانكسار وصاحب ال 29 بحث المنشورة دوليا والاكثر من بيئة بحث المعروضة في المؤتمر السنوي لجامعين الاوروبية كان ضيفي واحدة من حلقاته الابداعية كالعادة في عالم العيون في الناس الحلوة خليكم مع الناس الحلوة انا بعتقد ان فيه خمس حاجات مهمين جدا لازم تحطوهم في ابناخ كويس قوي قبل ما تعمل سمايل ديساين قبل ما تعمل تصميم السنة قبل ما تعمل ما تروح لدكتور متخصص وتجميل للأسنان اولها ان انت تسمع كلام الدكتور ودي بتهقلي يعني لو انت انفست دي هتنفذ الاربع اللي بقين بمنتاز شهول لازم برضو في الاول في الاخر نسمع كرامة الدكتور اللي بنصق فيه انا عصق في دكتور هروحه هو يعمل اللي هو عايزه سمايل ديزاين مشهور تصميم الابتزام ده مصطلح علمي ولا مصطلح تجاري هو مصطلح علمي حقيقي اتحول في الوقت الحالي الى تجاري اشتركوا في القناة شكرا